سيد عمي العام هناك جدال حول مشروع قانون الإطار وفي مدته خاصة تعديم اللغات العلمية باللغات الأجنبية ما هو موقف الحزم؟ نحن في الحركة الشعبية تدولنا في هذه القضية واعتبرنا أن نظرا للوضع المغريب لا الماضي ولا الحاضر أن تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية يسعى إلى نوع من التعادل ما بين أبناء الشعب لا يمكن اليوم أن نبقى بتعليم يعني بمستويين اللي عنده شوية دي الفلوس أو عنده القدرة يوضع ملاده في الباعات الأجنبية أو في التعليم الخاص يمكنه التعلم بالفرنساوي يوم لكي يولج المستوى العالي التعليم العالي تيكون هو اللي متفوق وهو اللي يمكنه يتبع وأولاد المغربة هات الشرطية تنشوفه كل أنهار أولاد عامة الناس يعني تقرأوا العربية في التناوي لما كيوصل العالي ما تيقدر شيء يتبع نحن مع تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية ما هي هجمات لي وشيء مبرر لأدد وزير التعليم؟ لا هو الحقيقة سنكون واضحين في هذا الباب هذا هالقضية كلما كان هناك يعني نوع من الإصلاح في التعليم أو تقدم التعليم لأن هذا الإصلاح هدي ده بس ستين عام ونحن نتروح للإصلاح فإن ما بغينا نزيدوا شوية نقدموا نقدموا التعليم دي الأبناء الشاب إلا وتنسى المواد القضية هذا مساس باللغة الوطنية هذا دفاع اللغة الأجنبي وهذا غيره صحيح لأن اللغة العربية واللغة الأمازيغية كيصنهم الدستور فهما اللغتين الرسميتين في بلادنا وما كيش اللي غي يحيدها ولو يجيو قاعد اللغة الأخرين للأبناء ولكن اللغة اللي غتمكن التلاميذ والطلبة من التحكم في الدراسة دي اللي هو مغدى باش يكونوا يعني قادرين أنهم يولجوا سوق الشغل ويمشيوا بعيد فتيخصنا نتعاملوا معها اليوم في دول أجنبية نخلو فرنسا برسا يعني لكي تصفت للطلبة يقرؤوا بالنغليزة يديروا تخصص بالنغليزة تقرؤوا بالنغليزة في فرنسا هناك مشكل حالي يتعلق بالأساتيد المتعاقلين ما هو موقف الحزب أنا في هذه القضية دي الأساتيدان المتعاقلين طبعا ذكرنا فيها كذلك ما شغل كحزب ذكرنا فيها كأغلبية وجدنا بأن هناك عداد دي المغلطات ودي الركوب على هذا الملف لماذا؟ رحنا وصلنا إلى سبعين ألف خمسة وخمسين ألف رحاك تقري وخمسة ألف رحاك تكون والحاجيات في هذه السنوات الماجئة أكثر بكثير شنو هو اللي يقع بالنسبة لهذا الطلبة لهذا الأساتيد وهو أن في إطار الجهوية وفي إطار اللاتا مركز اللي أعطى واحدة استقلالية لأكاديميات الجهوية أن هذه الأكاديميات هما اللي اللي غد يوضفوا هذه الأساتيدة الكلمة التعقد غير صحيحة هما في الحقيقة أساتيدة دي الأكاديميات يعني بمعنى أنك إن وحد القانون الأساسي خاص بهم اللي هو مماتي للقانون الأساسي دي الوظيفة العمومية ولكن يعني كيهم كل أكاديمية على حدة بالطبع تقول بأن هذ الناس اللي غير دخلوا في هذا في هذا الإطار رغم يمكن لهم يعملوا إلا في الجهة اللي دوزوا فيها الامتحان واللي تضفوا فيها فهذا الشيء هذا رغم يعمل بها في قطاعات أخرى الجمعات الترابية مثلا فليس لها قانون وظيفة عمومية هي كذلك تشتغل في واحد إطار ديال كين لبصريل باش يمكن واحد الفئة صغيرة أنها تنتقل وهذا الشيء موجود كذلك عند هذ الناس دو يمكن له يعود دوز انتحان شيء آخر لا تقولوا بأن الضمانات ما كين شيء نفس الضمانات اللي كين عند الوظيفة العمومية موجودة عند هذ الناس يعني كين الترقية كين الامتحانات كين يمكن لهم يولجوا يعني للسلاليم الأخرى فلهذا نحن نعتقد في حزب الحركة الشعبية أن ربما تفسير هذا الوضع هو الذي يخص يكون أوسع ويكون أكثر وما يتحمل باش ما نخليه شيء أولادنا يتحملوا التباعيات ديال هذ السؤال فهم وآخر سؤال سيد أمي العموم والاجتماع ديال الأغلبية أمس في أي أجواء كإظهارت لا الاجتماع كان الاجتماع ممكن يقول عادي لأنه اجتماع ديال كل شهرين ليس هناك تشنج ولا كده ولكن مواضيع الأساسية ونقاش ديالها بكل صراحة ويحد في بعض الحالات لأن مثلا نهضروا على القانون ديال الإطار ديال التعليم لتجبط كذلك في الأغلبية وتنعرف كل شيء المغربية يعرفوا بأن هناك خلاف ما بين فارق من الأغلبية والفرق الأخرى لكن يعني قلنا بأن الرؤسات الفراغ يجتمعوا قريبا لإيجاد الحل لأن هذا بحل اللي قلت لك عن اللغة الفرنسية أو هذا ما كان شيء مبرد شفنا كذلك الحوار الاجتماعي قلنا بأن نقص يستمر كيف ما كان الموقف ديال بعض النقابات يخص على الأقل الحكومة تبقى مستمر في هذا الشهر وهضرنا كذلك عن القوانين ديال الأمازيغية اللي قلنا لا يعقل ولا يمكن أن تبقى يعني حبيسة في البرنامان والدستور تقول بأن كانت خصوة تخرج هذه تلسنين